بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم قبس من أدب في هذا البرنامج أعزائي المشاهدين كما تعودنا على مر الحلقات الماضية أن نبحر معكم في بحور الشعر العربي وأزمنته المختلفة محاولين أن نبحث في شعرائه عن من تركوا أصداءهم في ذاكرة التاريخ الإنساني الشعر العربي أعزائي المشاهدين غني جدا بالنماذج التي لا زالت غضة طرية وكأنها قيلت بالأمس لأنه يجسد تفاعلات الحالة والحياة البشرية يجسد التجربة البشرية فالإنسان قبل ألف عام أو قبل خمسمائة عام أو قبل ألف وخمسمائة عام أو قبل أسبوعين أو ثلاثة هو نفس الإنسان لم يتغير تغيرات جذرية ربما تغير شكل الحياة ولكن لب الحياة باق كما كان فما زال إنسان العصر الحالي يحب كما أحب الشعراء العشاق ولا زال إنسان العصر الحالي يكره فيسب ويهجو كما كان إنسان العصور السابقة يهجو وكذلك من الممكن أن يحب حبا بشكل آخر فيمدح المحبوب هذه التجارب من الحب والكره وأيضا التعبير عن الحكمة والتعبير عن خلاصة التجربة والفخر وخير ذلك من هذه الأمور ما زال الإنسان المعاصر يعايشها باختلاف الأدوات وباختلاف طريقة المضي بهذه التجارب ولكن هذه التجربة الإنسانية بكل ما فيها من تعقيد حاول شعراء الجاهلية وشعراء صدر الإسلام وشعراء عصر بني أمية وبني العباسي والشعر الأندلسي وحتى الشعر الحديث أن يجيبوا على هذه التساؤلات وعلى هذه التفاعلات ليخلقوا لنا تجربة إنسانية كاملة والموفق من الشعراء من بقيت قصيدته كما قالها تماما إلى هذا اليوم تتردد في أصداء المثقفين للتعبير والتمثل عن حالة أو أخرى من انعكاسات النفس البشرية التي لا تزال تتكرر لو اختلف لبوسها واختلف زمنها وصورتها أما عن حلقة هذا اليوم أعزائي المشاهدين فإننا سوف نتكلم عن شاعر من شعراء الصعاليك من هو وماذا يعني شعراء الصعاليك هذا ما سوف نعرفه بإذن الله بعد هذا الفاصل فانتظرونا عزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم قبس من أدب كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن أن الشعراء هو ديوان العرب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والديوان في هذه المقولة يعني السجل الذي تدون فيه الأحداث فنحن مثلا إذا أردنا أن نتحدث عن حادثة عربية شهيرة كانت في يوم من الأيام كحرب البسوس على سبيل المثال فإن أول وثيقة تاريخية علينا الإطلاع عليها هي شعر بني تغلب وشعر بني بكر وردود الشعراء بعضهم على بعض كقصيدة المهلهل مثلا ورد الشعراء عليه كقصيدة الحارث بن عباد قرب مربط النعامة مني ليس قولي يراد لكن فعالي ورد المهلهل عليه عندما قال قرب مربط المشهر مني إن قولي مطابق لفعالي وهكذا كان الشعر إذن ديوانا لتدون عليه أيام العرب وأحداثها وسجلات عشاقها وإنعكاسات نفوسها البشرية تدون في هذه القصائد التي جمعت على مدى هذه السنوات أما الشاعر الذي سوف نتكلم عنه فهو شاعر من شعراء الصعاليك والصعاليك هم مجموعة من الشعراء الفتاك ربما أصحاب القوة الكبيرة والفروسية العالية الذين كانوا يرهقون القبيلة بكثرة الدماء فكانوا يقتلون وتأتي القبائل الأخرى لتطالب بالدية وهكذا حتى أصبحت القبيلة لا تستطيع تحمل تكلفة انتساب هذا الشخص إلى هذه القبيلة فكان يقول زعيم القبيلة في ذلك الوقت إن فلانا قد خلعناه فمن له دم عنده فلا يطلب الثأر عندنا وليأخذه منه مباشرة لأن الثأر في السابق إذا قتلت رجلا من قبيلة أخرى ليس بالضرورة أن يقتل القاتل وحده وإنما قد يقتل به رجل آخر من القبيلة نفسها فكانت ثقافة الثأر ثقافة يعني منتشرة ومستشرية وكانت أحيانا مكلفة فالقبائل المنيعة التي لا يستطيع أحد أن يقاتلها كانت القبائل الأخرى الموتورة تأتي لها لتطلب الفدية فكانوا يفتدون بمئة من الإبل على سبيل المثال وهؤلاء الصعالي كانوا مجموعة من أصحاب البطولات من أصحاب السلبي والنهبي وقطع الطريق ممن لم تستطع قبائلهم تحمل تكلفة انتسابهم إليها مدة أطول فخلعوهم من القبيلة وقالوا من أراد فلانا فليقتل فإن ليس له قبيلة تدافع عنه أو تثأر له وهكذا كان يعني رئيس الصعاليك أو زعيمهم عروة بن الورد والشنفرة وغير ذلك أما شاعرنا هو ذو الإصبع العدواني واسمه حرثان بن الحارث بن محرث من قيس عيلان وهو شاعر من شعراء الصعاليك لقب بذي الإصبع العدواني ويقال أن سبب تلقيبه بهذا اللقب أن هناك أفعى عضت إبهام رجله فقطعه فسمي ذو الإصبع أو ذو الإصبع ويروى أيضا أنه عمر طويلا بل إن البعض قال إنه عاش أكثر من مئة وسبعين عاما أما القصيدة الشهيرة له فهي قصيدته النونية التي يقول فيها يا من لقلب شديد الهم محزوني أمسى تذكر ريا أم هاروني أمسى تذكرها من بعد ما شحطت والدهر ذو غلظة حينا وذوليني فإن يكن حبها أمسى لنا شجنا وأصبح الرأي منها لا يؤاتيني فقد غنينا وشمل الدهر يجمعنا أطيع ريا وريا لا تعاصيني ترمي الوشاة فلا تخطي مقاتلهم بصادق من صفاء الود مكنوني ولبن عم له خلق ولي خلق قد اختلفنا فأقليه ويقليني أزرى بنا أننا شالت نعامتنا فخالني دونه بل خلته دوني لاه ابن عمك ما أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني ولا تقوت عيالي يوم مسغبة ولا بنفسك في العزاء تكفيني فإن ترد عرض الدنيا بمن قصتي فإن ذلك مما ليس يشجيني إلى آخر هذه القصيدة المليئة بعزة النفس والفخر والاعتداد بالنفس وقيمتها نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقات قادمة والسلام ختام